لسا مكاملين معاكم فكراتنا وزي ما قلنا في البداية كلنا نشوف الرخام على الأرض على الحوائط على الأعمدة على نفورة على مباني فخمة في فيلات في أسور يعني شفناه في تركيبات كتيرة جدا بس أعتقد كلنا يعني ما تخيلناش أنه ممكن الرخام ده يستخدم في أنه يعبر عن فكرة يعبر عن قصة أنه يتم مسجه بنوع تاني من أنواع الفنون نهارتا نتكلم عن تجربة لأحد الفنانين التشكيليين اللي حاول يمزج ما بين الرخام وما بين فن آخر هو فن الأبرا النوعين دولة بالذات من الفنون أعتقد الناس بتشوفهم فن غامض فن ممكن يكون مثير جدا بس مش مفهوم لبعض الناس فنهارتا هنتكلم عن التجربة دي من خلال أحد معارض الفنان التشكيلي أستاذ محمد نصر برتش وهو كان معرضه في دار الأبرا في القاهرة أستاذ محمد أهلا بحضراتك أهلا بس أهلا يعني في البداية عيزا يعني أكلم بقى عن بدايتك مع الفن التشكيلي تديت إزاي؟ في الحقيقة أنا دايما بأصر أن أنا هاوي يعني من ناحية الفن التشكيلي أنا هاوي لأنني مش دال بتاعي يعني أنا بشتغل في مجال الإدارة لكن أنا بأهوى الفن التشكيلي من أكتر من 20 سنة أبدا بدأت الموضوع دا وهيه يعني اشتركت ببعض المعارض سواء كان خارج مصر سواء كان داخل مصر وطبعاً تأثرت ببعض الفنانين الكبار المصريين هنا من ضمنهم الفنان الكبير صعب الراغب والبلتة بتاعته والوانه الكثير غنية يعني ده قلوني هو موهبة مش عمل أو دراسة لا في الحقيقة هي يعني موهبة واخدتها كنوع من الهواية لكن اخدتها بشكل جدي لانه زي ما قلت في البداية ده مش مجال عامل الرئيسي لكن في الحقيقة يعني حبيت جداً المجال ده وخصوصاً انه فن الرأس ممكن مرتبط بفنون تانية كتيرة مرتبطة بالموسيقى مرتبطة ببيت الاخر يعني الانواع الاخرى من الفنون اه طبعاً يعني طب يعني خلينا نتكلم عن اخر معرض لحضرتك وقلت كان فيه مسج ما بين فن الأوبرا او الغناء الأوبرالي والفن التشكيلي مضبوط في الحقيقة الكصة بدأت من حوالي اكتر من سنتين كنت في الزيارة في البراج وهناك فيه مدحف كبير جداً وفيه قسم كبير مخصص للرخام في الحقيقة يعني الرخام اللي انا شفته هناك مختلف تماماً عن الرخام ممكن احنا متداول او بنشوفه هنا في مصر بنشوف تشكيلة الوان وخطوط رخام كتير يعني جميلة جداً من حيث التشكيل بتاعها بحيث نممكن نشوف داخل الرخام نفسه ممكن نتخيل قصة من هنا يمكن بدأت الفكرة وخصوصاً انا عاشق لفن الأوبرا وهي بكتب مقالات عن الأوبرا بشكل عام باللغة العربية فجاءت الفكرة هنا قلت ليه ما نمزجش او ما مزجش ما بين قصة ما وهي قصة قصة أوبرا لية على سطح رخام طبعاً مش البينتينج او الرسم على سطح الرخام هو بناخد الفكرة او التكتشر بتاع السطح الرخام وازاي نممكن يحكي قصة أوبرا لية زي كارمن زي عيدة زي فاوس لابوهم وغيرها وغيرها من طبعاً انا بس مع حضرتك دلوقتي وانا مش فاهمة يعني في سطح رخام احنا بنرسم مثلاً رسومات معينة او رسم تشكيلي على سطح الرخام وبنمزجه بالأشكال الموجودة في الرخام أصلاً لا في الحقيقة هو كامفس عادي هو رسم عادي خالص لكن الإحاءات نفسها التعبيرات جاية من الرخام يمكن هو ده الفكرة الرئيسية ازاي يمكن عايزة قربة بشكلة يعني آخر للمشاهد لو احنا كلنا فتحنا كافة يدينا بالله في خطوط الخطوط دي مع تأثير الزمن بتتغير أشكالها سواء كان من الخط ممكن يروح يمين يروح شمال ومع الوقت لو احنا بصينا كتير للكف الإيد والخطوط اللي فيه ممكن نتخيل قصص وبان قدمين وحيوانات 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 كتير طبعاً يمكن هنا بنحتاج جزء من المجينيشن يعني احنا شايفين بعض اللوحات يعني مثلاً اللوحة دي دي بتمثل أوبرا لها بوام وطبعاً لازم يكون فيها نعم الرمزية بس عايز اقول المشاهد ان ده رخام حقيقي يعني ده رخام موجود في الواقع لكن انا اخدت الفكرة بتاعت الرخام وحطيتها على كامفس او على قماش الخطوط بتاعتها دي طبعاً ميمي هي البطل الرئيسية فيه الكصة ويمكن لو قربنا تصورة شوية بنلاقي ان فيه سلويت طالع من شمع يعني لازم برضو نفهم الكصة بتاعت الأوبرا بتدور حوالين ايه حيث ان الرموز اللي داخل اللوحة نفسها بتعبر عن القصة ككل احنا كنا لسه بنقول ان فن الأوبرا عموماً من الفنون اللي مش سهل او يستيعابها على المطلق والفن التشكيلي كمان بياخد جهد اكتر حتى الفنان نفسه بيضطر انه يشرح فكرته اكتر يشرح وجهة نظره اكتر عشان الناس تبتدي تستوعبه مزج النوعين دولة بالذات من الفنون مع بعض مش مفوش صعوبة بعض صعوبة عليه هو الفكرة مش موضوع صعوبة هو اكتر بعتبر نوع من التحدي يعني الواحد ازاي انه يحرك فكرة ازاي يتعايش مع فكرة وبعين يحولها ليه صورة مرئية ممكن في شكل كامفاس او قماش ممكن يكون في شكل ازاز اي شكل يعني من الاشكال المختلفة من المواد بس ازاي ان احنا نحول الفكرة ليه شيء ملموس لدى الناس اللي هم يستوعبوه طبعا لكن من ناحية تانية يمكن حرك اثارتي موضوع مهم جدا وهي المنظومة التشكيلية بشكل عام دي انا باعتبرها من وجهة نظر هي جزء من المنظومة التعليمية للبلد يعني بقصد ان لو احنا عندنا total system او system شامل في التعليم لازم يخش فيه الجزء الفني او التشكيلي وفي النهاية بقول ان اي فنان في الدنيا بيعمل لوحة لو ما وصلتش ليه المتلقي باعتبر ده فشل زريع وبالتالي مش لازم الواحد يشرح كتير يعني مهم جدا المتلقي يكون بيحس باللون بالشكل قدامه وطبعا بعد البسيطة او التفسيرات البسيطة ممكن بتوصل الفكرة لكن البداية دي من وجهة نظري ان ضروري المتلقي ان هو يحس باللوحة اللي قدامه دي رقم واحد دي بالنسبة للفنان بتبقى ويفهمها ويستوعيبها يمكن احنا تعودنا كمان على الستيريو تايب او الصورة اللي دايما بنشوفها في الدراما وفي السينما إلا على الفن التشكيلي وقد ايه هو صعب جدا ان احنا نفهمه يمكن ده بينقل لصورة تانية ودي ممكن كان محور حديث مع دكتور انس عبدام هي حاليا الرئيس للأوبرا ان كلمت معاه في الجزئية ان الأوبرا اساسا بدايتها فن شعبي يعني الأوبرا مش موجودة علشان ناس معينين لا الأوبرا موجودة لعامة الشعب احنا محتاجين ان احنا نركز على الجزئية دي وازاي نوصل ما نخوفش الناس بالأوبرا او حتى الأوبرا في حد ذاته يقولون الناس دي بيتسرخ وحاجة ازا كده لا طبعا يعني مهم ان احنا نعمل تركيز كبير للمجتمع لان ده زي ما قلت قبل كده انه بيمشي مع منظومة التعليم مش بكلم على التعليم الاكاديمي او المدرسي او الجامعي لكن التعليم بالشكل العام ازاي عندنا حس فني كشعب وطبعا ده موجودة عندنا من ايام الفرعنة فمش المفروض نحن نسيب حاجة زي كده احنا برضو نفهم الناس يعني ان بعض الفنون اللي احنا خفنا منها دي دايما مش زي ما حدرتك قلت كده مش فن الطبقة الاليت دا خالص او الطبقة معينة بس هي اللي ممكن تفهمه وتستوعبه طبعا ايزة اسأل برضو حدرك دي اول تجربة انك يعني تحاول تمزج نوعين من الفنون مع بعض ولا كان فيه تجارب قبل كده هو في الحقيقة كل يعني معرض بعمله بحب دايما اربط فكرة بمكان بالعناصر بتاعته يعني لاني برضو بقول مرة تالي ان انا هاوي مش بروفيشنال في المجال ده بحب دايما ان انا اتعايش مع الفكرة مش مجرد ان انا اطرحها وان انا اقدمها لازم ان انا اتعايش معها يعني المعرض اللي قبل كده كان فيه متحف احمد شاوي طبعا الشعر الكبير وكان الموضوع بيدور حوالين شعر بابلو نورودا بابلو نورودا شعر من شيلي معروف جدا وكتب شعر يعتبر فريد في العالم اسمه شعر عن الأشياء فازاي بابلو نورودا الشعر الكبير ده كتب شعر في ترابيزة في كورسي في أشياء حوالينا كتير يمكن احنا بنشوف ان هي جماد لكن هو خرج منها روح وخرج منها قيم كتير جدا احنا بناخدش بابلنا منها فكانت الفكرة برضو نعمل التحدي ازاي احول الجماد ليه حاجة على كامبس ويكون له روح يقدر مطلق ان هو يشعر به فدي نقط يعني بتمثلي نوع من التحدي كل مرة لاني لازم اختار فكرة مكان حتى في المتحف احمد شاوي انا كنت بستضيف ندوات شعر بحيث يبقى حتى الامبيانس او الانفيرومنت كله البيئة كلها بتمشي في نفس الاتجاه المعرض الفات كان فيه ندوات شعرية المعرض الاخير كان فيه كمان موسيقى مصاحبة مضبوط يعني برضو عشان المطلق ان هو يشعر بالجو العام يعني حطيت بعض المقالات عن الأوبرا حطيت الميوزيك عن الأوبرا طبعا انها طول الوقت كان شغال عشان الناس مع طبعا التابلوهات او الكامفس كان عن الأوبرا يمكن مهم جدا ان احنا نجمع كل عناصر مع بعض اكيد اي فنن يعني في النهاب يبقى عايز معرضه ينجح يبقى عايز يعني يكسب حبه وتقدير كل اللي بيجوه بيحضره محرك لسه بتقول دلوقتي ده كان تحدي مشايفه مغمرة يعني ممكن كان ممكن فعلا الناس تحبه وكان ممكن الناس ما يعجبهاش ما تفهموش هو يمكن ميزة مرة تانية اللي اقوله ان انا هاوي وهاوي لكن باخد الأمور بجدية فالهاوي من موجة نظري ما يبقاش عنده اي قيود وبالتالي بحب اطرح الفكرة وبتحدى نفسي قبل ما بتحدى الجمهور يعني بتحدى نفسي شخصيا ان ازاي ان انا اوصل الحاجة اللي انا مقتنع بيها للناس دي رقم واحد رقم اتنين التلقي بقى ان انا نشوف رد الفعل رد الفعل بقى كان رد الفعل انه كان عندي في الكتاب اللي انا سبته في المعرض كان تعليق من طفلة عندها سبع سنين كتبته باللغة الفرنسية وكتبة بينكو سين سبع سنين وكتبت انا حبيت كتير اوبرا أوتيلو اللي انا عرضتها في صورة لوحة ايه حبيت كتير اوبرا أوتيلو عن طريق اللوحة فدي كان ممكن اكتر شي انا ساعدت بيه ومرة تانية بنقول انه مهم جدا الناس تفهم ان الاوبرا فعلا مفتوحة لكل الناس لكل يمكن انا يعني بنتاز فرصة احنا موجود مع حضرتك ان هو عشان نقول لكل الناس فعلا ان الاوبرا مفتوحة لكل طبقات البشر لكل فئات المجتمع ملهاش علاقة بفئة معينة خالص ودروري احنا فعلا نغير الكونسب ده او المفهوم ده عند الناس على خطة التحديات المعرض الجديد ان شاء الله اللي هيكون لك ايه الفكرة اللي يعني تفكر تطرحها ده سؤال جميل جدا لانه انا يعني بحضر معرض دايما كل سنتين يعني سنتين سنتين ونص ده الوقت اللي انا بقدر احضر فيه لفكرة جديدة وتحدي جديد الفكرة الجديدة او اللي انا بفكر فيه في الحقيقة ان انا اعمل حاجة عن الديانات الديانات سواء كانت الموحدة او غير الموحدة ساموية او غيرها ازاي ان احنا نجمع كل الديانات دي لانها كلها بدور حولين افكار كتير متمثلة ورغيبة جدا من بعض اللي امتكن في خط واحد فيمكن ده تحدي جديد ازاي ان انا لأي صلة بالواقع السياسي اللي بنيشه دلوقتي ولا كانت فكرة مبولة اكيد لان كمان يعني مهم جدا ان احنا نفهم ان الفنان مش منعازل عن المجتمع الفنان او الفن بشكل عام له علاقة بالسياسة له علاقة بالاقتصاد له علاقة بالاجتماع له علاقة بكل شيء يعني الفن او الفنان ما هوش منعازل عن المجتمع بالعكس ده 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 شخص يعني منغمس في قلب المجتمع وبيتأثر به كتير وبيأثر فيه كمان كتير جدا فيه خامات معينة هتستخدمها يعني المرة دي مثلا الرخام مرة جاية ممكن يبقى هو الرخام ما كانش الخامة اللي انا استعملتها او يعني الإحاء اه انا دائما كالمواد اللي بستعملها دائما بحب الايل او الزيت لان الوان الزيت من وجهة نظري ممكن يكون غلطان بس وجهة نظري انا الشخصية ان هي مادة نبيلة يعني مادة الزيت هي مادة نبيلة في التعامل معها يعني في الفترة اللي بتمر على مصر دلوقتي عموما والوضع الاقتصادي يعني غير مستقر الى حد كبير الناس بتنظر لحاكتين السياحة والفن يعني هما المنفذين الفن ليه اي دور في انه ينشط السياحة في فترة جاية في مصر؟ طبيعي طبيعي ويمكن انا دائما بركز على الجزئية الخاصة بعلاقة الفن بالسياحة والسياسة والاقتصاد وغيرها وغيرها لكن لو اخدنا الجزئية الخاصة بالسياحة يعني انا زورت اكتر من 25 دولة في العالم في كل مكان بروحه بلاقي فيه كشك سياحي بيسموه كده كشك سياحي بيقى فيه مندوب من وزارة السياحة وفيه ناس متطوعين وكده بيطبعوا منشورات وبيدوا حاجات يعني كتالوجات ودايما فيه خريطة الفنية يعني دائما بيدوا للسايح على فكرة احنا عندنا المعارض الفلانية وبيدوا له ارشادات وحاجات زي كده حاجة تانية كمان مهمة جدا ويمكن دينا لحظتها مؤخرا اصدقاء دعيتهم من الخارج عشان يجوا للمعرض وعايز اقولك ان هم جم وهم خايفين جدا فاكرين هم هينزول المطار يلقوا فيه مشاكل كتيرة مقابلاهم انا قصرت ان اخدهم لغاية ميدان التحرير قولهم هوا ده ميدان التحرير محدش كان مصدق انه ده ميدان التحرير هم شايفينه برا يعني اقصد انه كمان مهم ان احنا نركز على جوانب مختلفة مش بس الجانب السياسي لازم جوانب مختلفة عشان هو ده المجتمع بتاعنا المجتمع بتاعنا مش بس سياسة وميدان التحرير وغيره وغيره المجتمع بتاعنا شامل عشان كده برجع اقول مرة تانية وثالثة محتاجين من مصر سواء كان الحكومة الحالية المستقبلية ان شاء الله ان هم يركزوا على حاجة اسمها منظومة شاملة سواء كان فن السياسة اقتصاد اجتماع كل شيء مش بس فكس على مجال معين او عشان في عندنا افنت معين معانا كده او حدث معين معانا كده ان احنا ما بنغطيش بقية يعني عشان نقدر ننهض باقتصادنا لازم يعني في الاخر ان احنا نركز على كل العناصر طبعا طبعا لانه السياح لما بيجي هنا هو او لو احنا بنعمل روموشن للفن برا او ترويج للفن بتاعنا برا السياح مش بيجي بس عشان الاهرامات يعني عايزين كمان نخرج من انا طبعا مش خبير سياحي لكن يعني احب ان انا قول تعليقات حاجات شفتها برا كتير يعني بلاش نحنا نركز على السياحة الكلاسيكية والتقليدية والهرم والجمل يعني دي خلاص الناس كلها عارفة طويق بيروا التاريخ اكتر مننا على فكرة يعني الاجانة بيجوا بقارين التاريخ بتاعنا اكتر مننا لكن لازم يكون في نوع من الدايفيرسي نوع من التنوع باشكاله مختلفة لازم كمان نتواصل مع السائح الجديد السائح النهاردة اللي موجود غير السائح الموجود من خمسين سنة الفكر مختلف المفهوم مختلف عايز اقول انه البنية الاساسية للبلد دي سياحة طبعا الفانية التشكيلي استاذ محمد نصر برتش بشكرة جدا مبروك على المعرض ان شاء الله يكون معينا فكرة خاصة نتكلم عنه مشادينا خليكم معينا معينا تقرير دلوقتي عن مهرجان الجنوب الاول للشعر العربي نشوف المهرجان والفكرة جاية عندنا اتنين شعراء تونسيين نستنونة بس باترفوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة